أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي العثور على أثار متفجرات على متن سفينة أجنبية لتحميل الحبوب أبحرت من تركيا إلى روسيا بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية وأضافت الوكالة أن السفينة دخلت في السابق ميناء أوكرانيا في ثاني إعلان من نوعه هذا الأسبوع وسبق لموسكو أن اتهمت سفن الحبوب التي تبحر إلى أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اتهمتها بنقل شحنات عسكرية أوكرانيا